السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائها طلبة وطالبات واوليه امور الصف الثاني الاعداد ان شاء الله نتابع مع بعض منهج اللغة الانجلزية لعامة الدراسي الجديد الترمة التاني من خلال كتب الدراسية المختلفة كتاب جامج طب البيت وكتاب المعاصر ان شاء الله هناخد مع بعض النهاردة من كتاب المعاصر جنرال اكسر سايز استدريبات عامة ان لسنز على الدرسين واون ان تو الاول والتاني ونسبل من الوحدة السابعة ونحل مع بعض صفحة تسعة وعشرين وتلاتين ونبدأ بصفحة صفحة تسعة وعشرين واول سؤال هنا عن الاستماع لسن استمع ان شوز واختر الاجابة الصحيح بيجيب لفقرة باستمع لها جيدا ومن خلال استماع الجايد للفقرة ببدأ اجاوب على الاربع اسئلة اخطيرة لسنتم ياسمعون كده الفقرة بتقول هده بتحب التسوق عبر الانترنت انه يوفر الوقت هي لا تريد ان تقضي او تضيع كتير من الوقت ليه الصفر ليه المحلات هي تقدر تبقى في المنزل او تمكس في المنزل وتشتير اللي هي محتاجة في ضقائق قليلة فقرة سهلة جدا شوف كده اول سؤال معايا بيقول لي هده بتحب ايه السباحة تسوق عبر الانترنت ولا التاريخ طبعا بتحب ايه تحب التسوق عبر الانترنت رقم اتنين يعني التسوق عبر الانترنت بيوفر ايه الوقت النقاط وطر المياه طبعا هو بيوفر ايه بيقول لي هنا بيوفر الوقت رقم ثلاثة يعني اينها تستطيع ان تتسوق عبر الانترنت ات فين بتتسوق عبر الانترنت اتهم تقدر تبقى في المنزل او تمكس في المنزل تسوق عبر الانترنت بيكون اتهم في المنزل رقم اربع هده تقدر تشتري اللي هي محتاجة في ايه قليل يعني قليل ساعة قليلة دقائق قليلة اماكن قليلة الوان قليلة في دقائق قليلة يبقى في دقائق قليلة هي تقدر تشتري الحاجة اللي هي عايزها تمام جايب لي هنا السؤال رقم اتنين بيقول لي الحوار التالي واول سطر هنا معايا بيعرفني الحوار بيدور ما بين مين ومين وكمان ايه موضوع الحوار بيقول لي هنا ماريام انها ماريام انها بيتحدثوا عن شوبينج بيتكلوم مع بعض عن ايه التسوق تمام يعني يتحدث عن بيتحدث عن التسوق بيقول لي هنا ماريام بتقول اليوم مازا تفعلي او مازا فعلتي اليوم انت عملت ايه النهار ده طبعا النهار ردت عليها ماريام قلت لها هل اشتريت اي شيء يبقى هي قلت لنا كنت ايه في التسوق تمام او زهبت للتسوق يبقى يوب تتحول الى وعندي في الماضي هجيب الفعل بتاعي في الماضي يبقى هنا ايه 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 انا زهبت ليه التسوق تمام ايه وانت شبك زهبت للتسوق فبتقول لها انتشتريتي يعني اي شيء هنا نهاردت عليها ماريام سألتها سؤال نهارت لها ايه انا اشتريت هذا المعتف طالما اقيت لها انا اشتريت المعتف ضيبقى هي اشترت ولا لا يبقى هي اشتريت. يبقى هتقول لها نعم. وبعد كده يوب تتحول الى اي. ودد بتنزل زي ما هي معي. ايو انا اشتريت. فبتقول لها بقى طالما بتقول لها انا اشتريت معظف. يبقى هي بتقول لها انت اشتريت ايه? يبقى انا عندي هنا الاجابة في الماضي. زمن المحادسة بتاعت في الماضي. يبقى ماذا اشتريتي? والفاعل والمصدر مع دد يبقى باي. انت اشتريت ايه? انا اشتريت معطف وسألتها سؤال يا مريم قايت لها نعم ايوة انا بحبه كتير. ده جميل جدا. تمام? اين اشتريتيه? تمام? هنا قايت لها زمول من المول او اللي هو الايه? السوق التجاري. يبقى هنا بتقول لها بتسألها ايبوت ذيس كود. انا اشتريت هذا المعطف. تمام? فهي بتقول لها دو يو لايك ات? دو يو لايك ات? دو. يو لايك ات? لان هي بتقول لها ايه? يس اي لايك ات? ايوة انا حبيته كتير. فهنا نوحة بتقول لها ايه? من المول التجاري او من السوق التجاري. مريم بتقول لها ايه? هل هو كان غالي? هو كان غالي? نوحة قلت لها ايه? وقلت لها تاني يعني فقط يعني ميتين جنيه. تمام? طالما قلت لها فقط ميتين جنيه يبقى لا ما كانش غالي. يبقى نو. ات وزن. نو لا. ات. وزنت. يعني لا ما كانش ايه? ما كانش غالي. السؤال رقم ثلاثة بيقوله تشوز اختر ذاك ويكتع انصر الاجابة الصحية. رقم واحد. people use blankets. blankets اللي هي البطنية. الناس بتستخدم blankets البطنية. تو فيه عشان يشعروا بايه? in cold weather في الطاقس البارد. بنستخدم البطنية عشان نحس بايه في الطاقس البارد? بيجر اكبر وورمر بيه اكتر كولدر بيه البرودة اكتر ولا كولر برضو بالبرودة اكتر طبعا عندي هنا وورمر بالدفق ايه اكتر. بنستخدم البطنية عشان نحس بالدفق اكتر في الطاقس البارد. رقم اتنين. ايمن. اللي هو الرأي. اعطاه رأي. بط اشرف لكن اشرف ايه? لكن طالما هنا عندي بط لكن يبقى فيه تناقض. لكن اشرف ايه? يعني وافق ولا لم يوافق ولا يتنبأ ولا يخمن. طبعا هنا يعني لم يوافق. هو اي من اعطى او ادى رأيه او ادى رأيه لكن اشرف لم يوافق على ايه? على هزا الرأي. جيب لي بعد كده صفحة تلاتين بيج ثيرتي بيقول لي هنا اشترق الرقم تلاتة هذه السيارة الحديثة كان ممكن ان هي تسافر يعني عالي او مرتفع تمام بسرعة عالية سبيد يعني سرعة اللي هو السعر اللي هو الالواح اللي هو التطبيق تمام? يبقى هنا ممكن ان هي تسافر بسرعة عالية. رقم اربع العلماء العلماء نقط سوف نستخدم الزيت او البطرول اويل هنا بمعنى البطرول تمام? في المستقبل القريب في المستقبل القريب احنا مش هنستخدم الايه? مستقبل قريب احنا مش هنستخدم الايه? البطرول في السيارات. يقول لي هنا يكرر يكرر او يردد يعني يتنبأ يعني يدعو في اخترع تمام? يعني ايه? يعني يتنبأ. يتربأ العلماء ان احنا سوف نستخدم البطرول ايه نير في المستقبل القريب. رقم خمسة اي لايك تو وير انا بحب ان انا ارتادي مي ايه? في الاوتوبيس عشان استمع دي الموسيقى هرتادي ايه? اللي هي الخوزة ولا موتور بايك اللي هو الموتوساكل ولا هلوكوبتر اللي هو الهلوكوبتر ولا هستخدم هيدفونز اللي هي سماعة الايه? سماعة الاوزن. طبعا بستخدم سماعة الاوزن عشان اسمع بها الموسيقى وانا موجود في الاوتوبيس. بعد كده السؤال رقم ستة بيقول لي في المستقبل دي من الكلمات ده لع المستقبل بستخدم معها والمصدر السيارات يعني سوف تنتج او بيطلع عنها ليس يعني اقل. ايه اقل? تلوث اقل? ولا اللي هو التلوث? تمام? او عوادم? ولا اه اللي هو النقل? اسفل اللي هو الترجمة? ولا اللي هي المنافسة? ولا اللي هو التلوث? هنا اللي هو الايه? اللي هو الشيء المعروف اللي هو التعداد السكاني تمام? يبقى هنا? اللي هو التعداد السكاني. يبقى هنا في المستقبل كارز السيارات هيطلع منها تلوث اقل اللي هو التعداد السكاني. رقم سبع. لو تزاكر بجد. انا عندي هنا قاعدة بيجي لي بعدها المضارع البسيط. ادي عندي الفاعل والمصدر. ادي المضارع البسيط اللي عندي. وبعد كده بيجي لي بعدها الكومة الفصل السفلية طالما انا بدأتي ب بيجيب فصلة ما بين الجملتين وبعد كده والمصدر. بس هنا المصدر فقط. ولا يجب ان يكتاز ولا يعني سوف لا يكتاز ولا سوف يكتاز. طيب لو انا ذكرت كويس مش هنجح ولا هنجح في الامتحان. يبقى يعني انت سوف تنجح او سوف تجتاز او تنجح في الايه في الامتحانات بتاعتك لو تذكر كويس هتنجح في الايه في الامتحانات. رقم تمانية العلماء يعتقدوا ذات ان هذا الدواء نقط يصفل يصفل يعني مفيد. فور كورونا فيروس بتاع كورونا هيكون مفيد لفايروس كورونا. ده مدهش او خيالي. تمام? انا عندي هنا طالهم بمعنى يعتقدوا. دي من الكلمات الدلة على المستقبل يبقى عندي هنا العلماء بيعتقدوا ان هذا الدواء سوف يكون مفيد. يبقى عندي هنا مش هيكون ولا يعني سوف لا يكون ولا اربي ما يعني سوف يكون مفيد يبقى ول بان عندي هنا بعد اه او مع كلمة من الكلمات نقطة على المستقبل بستخدم المصدر يبقى ولبي يصفل ويمسaurais مفيد مفيد في فيروس كورونا لو انهي الواجب بتاعي يبقى انا عند قاعدة اف جالي بعدها اول حاجة قادر مضارع البسيط بعد كده ايرلي موكرا لو خلص الواجب بتاعي بادري جيب لي هنا لكم الفصلة السفرية لان انا بدأت بف يبقى الجملة اللي بعد كده والمصدر يجب لا يجب ولا طبعا هنا في الماضي يبقى عندي هنا قاعدة اف جالي بعدها مضارع بسيط بعدها الفاعل وولو المصدر يبقى اي واتش فيها شاهد التلفزيون لو خلصت واجب بادري هتفرج على التلفزيون رقم عشرة المدرس شود اس وضح لنا او عارض علينا ايه انسرس الاجابات اوف ذا اجزام يبقى اللي هو الخطأ ولا كوركت اللي هو التصحيح او صحيح ولا فولس برضو بمعنى خطأ ولا بات سيء يبقى المدرس وضح لنا التصحيح بتاع الايه بتاع الامتحان يبقى كوركت انسرس الاجابات الايه الصحيحة الاجابات الصحيحة المدرس عرض علينا الاجابات الصحيحة للايه للامتحان مش هيارد ابدا ان الاجابات الخطأ وفولس برضو خطأ وبادي يعني سيء يبقى هنا المدرس شود اس عرض علينا ذا كوركت انسرس الاجابات الصحيحة اوف ذا اجزام للامتحان جيب لي بعد كده بيقول لي ايه كومبليت اكمل ذا سنتنسس الجمل with ذا كوركت فورم بي الشكل الصحيح اوف ذا وورد او ووردس للكلمة او الكلمات امبراكسي لبين الاقواص هو هنا جيب لي ايه جيب لي هنا الجملة وجيب لي كلمة ما بين القصين والجملة دي خطأ انا بصححها على حسب ان الجملة بتاعت تكون كلها صحيحة رقم واحد لو عماد يذهب الى انجلترا يبقى دا عندي وقادي الفان وجبت بعد منه الفاعل مضاف له الاس لانه منتهي بالاو يبقى دا عندي زمن المضارع البسيط يبقى الجملة التانية هدي بقى عندي ايه والو المصدر يبقى هي والو المصدر يبقى هي جيب لي هنا زور لندن هيزور لندن لهو راح انجلترا هيزور لندن يبقى سوف يزور تمام سوف يزور يبقى ايه يبقى بعد الفيزت هتبقى سوف يزور رقم اتنين سارا مش هتخرج سوف لا تخرج يبقى عند اف هنا في الوسط قبلها جالي مين جالي قبلها والو المصدر او المصدر لو الجملة منفية تمام يبقى دا قبلها المصدر المستقبل منفي مش هتخرج اف وبعد كده شي وبعد كده بي طير لو هي تكون ايه لو هي تكون متعبة طير دي يعني متعبة طيب عندي بعدها مضارع بسيط شي بتاخد من فيرب تو بي ايه شي بتاخد من فيرب تو بي بتاخد معها از وهو ام او از او ار ام او از او ار مع شي اللي هي المفرد هتاخد ايه هتاخد هتاخد اس يبقى هنا شي از طير لو هي تكون ايه متعبة رقم ثلاثة علي ويل هنا فلايس يعني يطير تو امريكا يطير او يسافر طيران الى امريكا نيكس ويك الاسبوع القادم عايزين هنا كلمة نيكس ويك الاسبوع القادم من الكلمات تدل على المستقبل يبقى دي الفاعل ويل على طول بعدها الايه المصدر المصدر هتبقى سوف يطير او يسافر طيرانا الى امريكا الاسبوع القادم يبقى ويل بعدها على طول المصدر رقم اربع وط نقط لو انت جيت الاول يعني هنا يعني ايه اللي انت هتعمله لو انت قاتيت الايه الاول او طلعت الاول بقيت الاول تمام هنا بيقول لي بعدها ادي المضارع البسيط يو ومعها المصدر تمام يبقى قبلها ايه قبلها ادي كلمة الاستفهام وول والمصدر اول والفاعل والمصدر يبقى ادي كلمة الاستفهام رقم واحد وادي هنا وط هتبقى ويل وبعدها الفاعل يبقى دي المفروض رقم اتنين اللي هي بقيت ويل وبعد كده رقم تلاتة الفاعل وبعد كده رقم اربعة المصدر ده ترتيبة السؤال يبقى ماذا سوف هتفعل لو بقيت الاول جيب لي هنا اكتب بارا جراف من تسعين كلمة عن ايه عايز هنا نكتب بارا جراف عن تسوق عبر الانترنت هتكلم هنا تسوق عبر الانترنت هنقول ايه بعض الناس بيعتقدوا ان التسوق عبر الانترنت بيكون رائع هم يعتقدوا ان هو بيوفر الوقت لان هم ما بيقضوش وقت كبير في الانتقال والصفر بين المحلات يقدروا يبقوا او يمكسوا في المنزل ويشتروا اي حاجة هم محتاجينها في دقائق قليلة هم بيعتقدوا يكون عندهم اختيارات عديدة اونلاين عبر الانترنت حين في انتر فيو يضف رأيهم ان التسوق عبر الانترنت هيكون عندنا سيارات اقل في الشوارع لذلك هيكون عندنا تلوث اقل على الجانب الاخر ما بيحبوش التسوق عبر الانترنت هما دايما بيحصلوا على التوصيل الخطأ او الحاجة الخطأ وان زي شاب اونلاين لما بيصوقوا عبر الانترنت بيوصلهم دايما الحاجات بشكل الخطأ مش الحاجة اللي هم عايزينها ما بيحبوش ان هما يضيعوا وقت في انتظر الدليفري خدمة توصيل تاخد يومين ممكن تاخد اسبوع مش عايزين يضيعوا وقت كمان بيفضلوا ان هما يجربوا الاشياء ييسوا الحاجة اللي هما يشتروها ويجربوها وكمان يشوفوا الخامات بتاعتها قبل ما يشتروها كده حبيب خلصنا مع بعض الفيديو بتاعنا يارب ينور اعجابكم اشكركم على حسن استماعكم واتمنى متابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة